مرحبا عزيزا ومتابعي قناة بلينبعين عرمين نزل عندنا تحديد جديد لهواتف الـ SX والزيبن والزيبن بلوس والـ SA هذه الهواتف اللي ما مشمولة بالتحديث 16 أيضا الهواتف اللي مشمولة بالتحديث iOS 16 فأيضا رح يظهر عندها هذا التحديث اللي محثت للـ iOS 16 رح يظهر عندها بالأسفل ورح يظهر عندها إما تحدث لـ 15.7.1 أو تحدث إلى الـ 16 قبل ما أبدأ شرح الطريقة الصحية للتحديث وبعض الميزات اللي موجودة بهذا التحديث لا تنسوا نتدعمون قناتي بلينبعين عربية باشتراكوا لايك وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي اللي جديد على قناتي قناتي اسمها بلينبعين عربية مختصة بالتطبيقات مشاكل التطبيقات والـ iPhone مشاكل iPhone وخليني أشرح لكم من داخل الـ iPhone SX كيف رح نحدث الآخر تحديث 15.7.1 كمال التحديث لو دخلنا على الإعدادات رح نشوف عام تحديث البرنامج 15.7.1 طبعا هذا التحديث بميزات أنه سريع الحركة شوفوا الحركة صارت كل السريع وفي تطبيقات مثلا لعبة PUBG كانت تحتاج أنه تحميل إلى مرحلتين الآن صارت تقدر تحملها إلى مرحلة واحدة فهذا التحديث بهذه الميزات وبميزات أمنية مثلا في سفاري صار أسرع وكلما تدخل على سفاري تصفح به يكون سرعة بالبيانات وسرعة بالاستقبال قبل كان الآيفون ما يتحرك بهذه السرعة الآن بهذه السرعة راح تشاهد الحركة مالتا فهذا الحبيت أشرح لكم هي طول تقريبا بحدود الساعة إلى ساعة ونص التحديث أتمنى من نهاية الفيديو استفاديته لا تنسوا تدعموا قناتي برلين بعيون عربية باشتراكوا لايكوا تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جيد من عندي مع تحياتي من برلين حاصمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أو استفسار أي مشكلة أكتبوها بالرسائل الآن حاضر شكرا لكم مع ألف سلامة قبل ما أنهي الفيديو حبيت فقط تشاهدون هذا الفيديو اللي راح يكون بصندوق الوصف واحد من اثنين من النصب التذكارية اللي عملتها روسيا اللي كانت محتلة ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وراح تشاهدون كثير معلومات عنها إن شاء الله فاتشاهدون خصوصا نهاية الفيديو كلش حلوة المناظر كلش حلوة صدقوني كأنها أنا وصفتها كأنها مكان من الجنة يعني بدون تشابه كلش حلو هذا الفيديو أتمنى تشاهدوه ولا تنسوا تدعموني بلايك واشتراك وشكرا للجميع أتمنى تشاهدوه ولا تنسوا تشاهدوه لا تنسوا تدعموني بلايك واشتراك شكرا